رجل طيب من السعودية من عامة الناس أصبح صاحب أغرب قضية في المحاكم السعودية قضية بين أخوين في المحكمة اسمه حيزان الفهيدي وهو رجل مسن بكى في المحكمة حتى ابتلت لحيته فما الذي أبكاه؟ ما أبكى حيزان هو خسارته قضية غريبة من نوعها فقد خسر القضية أمام أخيه لرعاية أمه العجوز التي لا تملك سوى خاتم من نحاس أي أن التنافس على رعايتها كان من أجل البر بها وليس من أجل مال تملكه كانت الأم في رعاية ابنها الأكبر حيزان الذي يعيش وحيدا وعندما تقدمت به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته لتعيش مع أسرته لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعايتها وكان أن وصل بهم النزاع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهما لكن الخلاف احتدم وتكررت الجلسات وكل الأخوين مصر على أحقيته برعاية والدته وعندها طلب القاضي حضور الأم لسؤالها فأحضرها الأخوان يتناوبان على حملها وبسؤالها عن من تفضل العيش معه قالت وهي مدركة لما تقول هذا عيني مشيرة إلى حزان وهذا عيني الأخرى مشيرة إلى أخيه وعندها الطر القاضي أن يحكم بما يراه مناسبا وهو أن تعيش مع أسرة الأخ الأصغر فهو الأقدر على رعايتها من حيث فرق السن وهذا ما أبكى حزان ما أغلى الدموع التي سكبها حزان دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته بعد أن أصبح شيخا مسنا وما أكبر حظ الأم لهذا التنافس الذي يثبت أنها ربت ولديها أعظم تربية وبعد أن حكمت المحكمة وأثناء بكاء حزان فوجئ بأخيه يصر على أخذه معه ليعيش معه ومع أمه حتى آخر العمر ففرحت الأم وفرح حزان لأنه سيخدم أمه قدر استطاعته وسيراها كل يوم يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قصة حقيقية وقعت في أمريكا لشاب سعودي ملتزم يقول عندما كان يدرس في إحدى جامعات أمريكا وتعرفون أن التعليم هناك مختلط بين الشباب والفتيات وكان لا يكلم الفتيات ولا يطلب شيئا منهن ولا يلتفت إليهن عند تحدثهن وقد سارت الأمور على هذا الوضع إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية فجاءه الدكتور وقال له أعرف وأحترم رغبتك في عدم الاختلاط بالفتيات ولكن هناك شيء لا بد منه وعليك التكيف معه الفترة المقبلة وهو بحث التخرج لأنكم ستنقسمون إلى مجموعات مختلطة لتكتبوا البحث الخاص بكم وسيكون من ضمن مجموعتكم فتاة أمريكية لم يجد الشاب بدا من الموافقة واستمرت لقاءات بينهم في الكلية على طاولة واحدة فكان لا ينظر إلى الفتاة وإن تكلمت كلمها دون النظر إليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وإذا ناولته أي ورقة أخذها منها ولا ينظر إليها صبرت الفتاة مدة على هذا الوضع وفي يوم هبت وقامت بسبه وسب العرب أجمعين وأنهم لا يحترمون النساء ولستم حضاريين بل أنكم منحطين وتركها الشاب حتى انتهت وهدأت ثورتها ثم قال لها لو كان عندك قطعة من الألماس الغالية ألا تضعينها في قطعة من القطيفة بعناية وحرص ثم تضعينها داخل الخزانة وتحفظينها بعيدا عن الأعين فقالت نعم فقال لها الشاب كذلك المرأة عندنا فهي غالية ولا تكشف إلا على زوجها لا علاقات جنسية قبل الزواج ولا صدقات فلا يجوز للمرأة أن تنظر لغير زوجها وكذلك الزوج أما عندكم هنا فإن المرأة مثل سجارة الحشيش يأخذ منها الإنسان نفسا أو نفسين ثم يمررها إلى صديقه وصديقه يمررها إلى الآخر ثم إلى آخر وهكذا حتى تنتهي ثم يرمى بها بين الأرجل وتداس ثم يبحث عن أخرى بعد هذا النقاش انقطعت الفتاة الأمريكية عن المجموعة لمدة أسبوع أو أكثر وفي يوم جاءت فتاة متحجبة فتعجب الشاب لأنه لم تكن معهم طوال الدراسة في الجامعة أي فتاة محجبة وعند انتهاء المادة تحدثت الفتاة معهم فكانت المفاجأة إنها الفتاة الأمريكية وإذا بها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد دخلت في الإسلام لأنها وحسب قولها هزتها الكلمات التي خرجت من الشاب أثناء الحديث المتوتر بينهما فلله الحمد والشكر والمنة فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى